طول مصطفى أني اللي أحسن كاش ولا التأسيد ده السؤال المحير من زمن الزمن ولكن طبعا خلينا أقول لحضرتك ده ليه مجال وليه سوء وليه مطالب وده ليه مجال وسوء ومطالب في المجتمع كله وشرايح المجتمع كلها لا غنى عن هذا أو ذات ولكن اللي يحتكم للأمر هو صاحب المال من يمتلك المال زي ما حضرتك تفضلت ولكن ملك اللي بيمتلك المال ده لازم يبقى عارف أنه هو الفلوس اللي في يده دي فلوس خسرانة تسمع كده؟ لا الفلوس اللي في يد الناس دايما لو ما استغلتهاش ولا استصمرت فيها أنا بسميها فلوس خسرانة خسرانة آه طبعا القرش اللي يباد ده ما حصلش فيه أي تغير الفلوس اللي في محفظة حضرتك أو الناس بتحطها في البيت أو يقول لك أنا حطت تحت البلاطة ورايح للمسترية حفولاتك هكاية كاشس كينج دي إيه؟ لا إن كاشك معاك فلوسك في جيبك أنت متطمن يعني ده لو الأسواق مستقرة في أي حتة في العالم لكن أنا بتاع استصمار فدايما نقول لو الفلوس اللي في إيدك دي النهاردة ما استغلتهاش ولم تستخدمها على مدار الفترة الزمنية اللي دايما بنحددها كويس في أي وقت بقى كل واحد بيختلف يعني دي فلوس خسرانة الفلوس الكسبانة دايما لها بتحقق عائد وعائد يناسب حضرتك كم كل واحد فينا لوحده أنا بحب النهاردة الفلوس اللي معايا أستثمرها فبروح البنك علشان أخد عائد شهري أزود دخلي في غيري في احتياج لسلعة أو لشقة لعربية فبياخد جزء من مدخراته دي يحطها في مقدمة لشيء ده بيبقى بيناسبه آه طبعا بيناسبه بيناسبه إزاي لأنه هو عارف دراسة المخاطر اللي هي هتلحق به هو عارف داخله كل شهر قد يهي فهي قدر يدفع المبلغ دا ولا لا أقول لحضرتك بقى وزمننا الأستاذ إيهاب قاعد معنا بتوعي البنك بقى بيعملوا حاجة ثانية بيفصلوا المكتبع تفصيلة مجزئة يعني يقول لك رجال الأعمال ليهم سعر فايدة الموظفين الحكومة ليهم سعر فايدة المعنة الحرة ليها سعر فايدة وكل ما أنت بعيد عن الوظيفة المضمونة سعر الفايدة بيرتفع مخاطر طبعا فبتتحمل مخاطرة وعبء مالي لو أنت بتقصد فعلشان كده دائما ما حد بيجيلي أقول له خلي بالك فيه روشتة كده لازل تعرف عارف قليات التقسيط إيه خش اقبل عليه مش عارفها لو سمحت انتظر إيه آليات التقسيط يعني أنا بروح بقول له نعرف على مؤدم والباقي على 12 شهر إيه الآليات يعني تمام انت قادر على ان انت تسدد على 12 شهر انت ضمن يقول لي آه أقول له طب تفضل انت عارف الفايدة ان انت تتحمل فرق ما بين سعر الكاش وسعر التقسيط قدي ايه يقول لي آه أقول له تفضل لا هو الأفضل أنا لو معايا الفلوس ما تقدرش يتحكمه يا عمري بيه يعني أنا مثلا عايز أجيب حاجة بعشرة تلاف جنيه أنا معايا العشرة تلاف جنيه النهارده أدفعهم ولا أسط بس كده ده السؤال السؤال بقى أنا أجاوبك عليه ادفعهم مشتري حالا